بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى رسول الله حياكم الله أبناء طلاب الصف الثاني تأيدي في مادة الراضيات لمعاهد وبرامج التربية الفكرية حياكم من الأستاذ عبدالله المالكي مؤلم تربية خاصة خاصة سعاق عقلية وعلى بركة الله وبيهن يستعين نبدأ درسنا لهذا اليوم استخدام الميزان لقياس وزن الإنسان وسوف يكون إن شاء الله عادل ما سبق دراسته أهداف الدرس أن يتعرف الطالب على شكل الموازين أيضا يتعرف الطالب على كيفية استخدام الميزان لقياس الوزن أيضا يقرأ الطالب الوزن من خلال الميزان وكذلك يقارن الطالب بين الأوزان إذن كما تشاهدون من الطلاب لدينا هذه الموازين وهي موازين تستخدم لقياس وزن الإنسان إذن لدينا هنا مجموعة من الموازين وهي كما تشاهدون موازين تستخدم لماذا؟ أحسنتم تستخدم لقياس وزن جسم الإنسان لدينا هذا الميزان الأول هذا الميزان الأول أبناء الطلاب هنا وهو ميزان ذو مؤشر كما تشاهدون وأيضاً لدينا هذا الميزان الآخر وهو ميزان إلكتروني كما تشاهدون يظهر الوزن هنا أبناء الطلاب من خلال المؤشر وكذلك لدينا هذا الميزان الثالث وهو أيضاً ذو مؤشر كما تشاهدون هنا إذن جميع هذه الموازين أبناء الطلاب هي موازين لماذا؟ أحسنتم لقياس وزن الجسم للإنسان إذن هذه أشكال الموازين وبناء الطلاب وبعض أشكال الموازين التي نقيس بها وزن الجسم إذن الميزان البناء الطلاب آلة تستعمل لقياس الكتلة ووزن الشيء أو ثقلة يستخدم الميزان البناء الطلاب في صحة الجسم إذن الوزن الصحي والمحافظة على ثباته يعد أمر ضروري فهو يساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وكذلك السكر والسكتات الدماغية وأيضا ارتفاع ضغط الدم إذن علينا استخدام الميزان لنحافظ على صحة أجسامنا ومعرفة الأوزان المثالية كما تشاهدون ابناء الطلاب لدينا في هذا النشاط ضع دائرة حول العادات السليمة إذن لدينا هنا ابناء الطلاب عادات سليمة سوف نقوم بوضع دائرة حول العادات السليمة للمحافظة على الوزن المثالي لدينا في هذه الصورة الصورة الأولى ابناء الطلاب هنا كما تشاهدون يقوم هذا الطفل بشرب الماء هل الماء من العادات الصحية السليمة أو من العادات الصحية السيئة ابناء الطلاب إذن ابناء الطلاب كما تشاهدون يقوم بشرب الماء إذن شرب الماء من العادات السليمة التي نحافظ بها على أجسامنا وصحة أجسامنا إذن نقوم بوضع دائرة حول هذه الصورة لدينا أيضا الصورة الثانية ابناء الطلاو كما تشاهدون هنا الوجبات السريعة هل تعتبر الوجبات السريعة من العادات السليمة أو الصحية للمحافظة على صحتنا وكذلك أو زاننا صحية إذن لا نقوم هنا بوضع دائرة ابناء الطلاو كما تشاهدون إذن تعتبر هذه الوجبة من الوجبات الغير صحية إذن لا نقوم بوضع دائرة حول هذه الصورة أيضا لدينا هذه الصورة ابناء الطلاب كما تشاهدون إذن هذه الصورة الثانية ولدينا هنا الصورة الثالثة ابناء الطلاب كما تشاهدون تحوي هذه الصورة مجموعة من الفواكه وكذلك الحليب وأيضا البيض وكذلك الخبز إذن هذه الصورة تعبر عن العادات السليمة والصحية للمحافظة على أجسامنا إذن يعتبر هذه المنتجات جميعها ابناء الطلاب صحية جميع المنتجات التي نشاهدها في هذه الصورة الصحية كما تشاهدوا لدينا هنا الحليب وكذلك الفواكه وأيضا البيض وكذلك الخبز إذن هذه الصورة تمثل العادات السليمة المحافظة على صحة الجسم أيضا لدينا هنا في الصورة الرابعة إذن هذه الطفلة تقوم بمارسة الرياضة هل تعتبر هذه العادة من العادات السليمة للمحافظة على صحتنا وكذلك أوزان مثالية إذن أيضا ابناء الطلاب نقوم هنا بوضع دائرة حول هذه الصورة وهذه الصورة تمثل العادات السليمة للمحافظة على الوزن المثالي بقي لدينا الصورة الأخيرة ابناء الطلاب الصورة الخامسة ماذا تشاهدون هنا؟ ماذا تشاهدون في هذه الصورة؟ إذن نشاهد هذا الطفل يقوم بتناول الوجبات السريعة وكذلك المشروبات الغازية وأيضا عدم ممارسة الرياضة إذن نعتبر هذا من العادات الغير صحية إذن لا نقوم بوضع دائرة حول هذه الصورة لماذا؟ أن هذه الصورة تمثل العادات السيئة وعدم محافظتنا على صحتنا أيضا لدينا ابناء الطلاب في هذا النشاط صل كل الطفل بالوزن المناسب له إذن كيف نتعرف على أوزان هؤلاء الأطفال ابناء الطلاب؟ كيف نتعرف على أوزان هؤلاء الأطفال؟ إذن من خلال ماذا؟ من خلال قراءة المؤشر للميزان إذن من خلال ماذا؟ من خلال قراءة المؤشر للميزان يكون لدينا هنا ميزان ابناء الطلاب نقرأ المؤشر لهذا الميزان نتعرف على الوزن الصحيح للجسم إذن هيا ابناء الطلاب لنبحث ونتعرف على أوزان هؤلاء الأطفال من خلال هذا النشاط كما تشاهدون يقف هذا الطفل على الميزان إذن وزن الطفل كيف نتعرف عليه أحسنتم من خلال قراءة المؤشر إذن هنا يشير المؤشر إلى 45 كيلو إذن وزن هذا الطفل 45 كيلو تعرفنا عليه من خلال قراءة المؤشر لهذا الميزان أيضا لدينا هذا الطفل الآخر يقف على الميزان نتعرف على وزن هذا الطفل إذن وزنه هنا 62 من خلال قراءة المؤشر لهذا الميزان من خلال قراءة المؤشر لهذا الميزان إذن نقوم الآن بإيصال كل الطفل بوزنه المناسب لدينا هنا 45 كيلو قرام إذن نقوم بإيصالها بالطفل الأول وأيضا لدينا هنا 62 كيلو نقوم بإيصالها للطفل الثاني وهو يمثل وزن هذا الطفل إذن تعرفنا بنا وطلاب من خلال هذا النشاط على كيفية قراءة الأوزان على كيفية قراءة الأوزان إذن نتعرف على الأوزان بنا وطلاب من خلال ماذا؟ من خلال قراءة المؤشر للميزان. من خلال ماذا؟ أحسنتم قراءة المؤشر للميزان في النشاط الأول في الكتاب المدرسي أبناء الطلاب لدينا هذا النشاط ضع علامة صح أمام الموازين التي تستخدم لقياس وزن الإنسان وعلامة خطأ أمام الموازين الأخرى إذن كما تشاهدون لدينا مجموعة من الموازين نريد أن نتعرف على الميزان الذي يستخدم لقياس وزن الإنسان وكذلك الموازين الأخرى التي تستخدم لقياس السلع وغيرها من المواد إذن لدينا في الصورة الأولى لدينا هنا في الصورة الأولى أبناء الطلاب كما تشاهدون هذا الميزان هل يستخدم هذا الميزان لقياس وزن الإنسان؟ إذن تشاهدون أبناء الطلاب لهذا الميزان له كفة إذن هذا الميزان يستخدم لقياس السلع وهو ميزان يستخدم لقياس السلع إذن نقوم بوضع علامة خطأ تحت هذا الميزان أيضا لدينا الميزان الثاني هل تعرفون هذا الميزان ما اسم هذا الميزان ابناء الطلاب أحسنتم أنه ميزان ذو كفة ونشاهد هذا الميزان ابناء الطلاب في المحلات التجارية لقياس السرع وكذلك المواد التي نقوم بشرائها إذن هذا الميزان أيضا نقوم بوضع علامة خطة تحت هذا الميزان لا يستخدم القياس وزن الإنسان وكذلك الميزان الثالث هنا لدينا ابناء الطلاب كما تشاهدون ميزان ذو كفة ويستخدم في المحلات التجارية إذن نقوم أيضا بوضع خطة تحت هذا الميزان بقي لدينا الميزان الأخير هنا في الصورة الرابعة ماذا تشاهدون هنا؟ احسنتم ميزان يستخدم لقياس وزن الإنسان وهو ميزان بمؤشر إذن نقوم بوضع علامة صح تحت هذا الميزان وهو الميزان الذي يستخدم لقياس وزن الإنسان إذن تعرفنا ابناء الطلاب على الموازين التي يستخدم لقياس السلع والمواد وأيضا الميزان الذي يستخدم لقياس وزن الإنسان إذن هذا هو الميزان في الصورة الرابعة الذي يستخدم لقياس وزن الإنسان الطريقة الصحيحة لقياس الوزن نريد أبناء الطلاب أن نتعرف على الطريقة الصحيحة لقياس الوزن عندما نستخدم الميزان في المنزل وكذلك عندما نذهب إلى المستشفى وغيرها من الأماكن عندما أريد الطريقة الصحيحة أتبع هذه الخطوات الخطوة الأولى وضع الميزان على سطح صلب وثابت إذن أول خطرة أبناء الطلاب نقوم بوضع الميزان على سطح صلب وثابت إذن كما تشاهدون لدينا هذا الميزان إذن نقوم بوضعه على سطح صلب وثابت إذن الميزان أبناء الطلاب نقوم بوضع الميزان على سطح صلب وأيضا ثابت إذن هذه هي الخطوة الأولى أبناء الطلاب الخطوة الثانية التأكد من الميزان في كل مرة قبل البدء بالقياس يجب أن يكون الميزان على الرقم صفر إذن لا بد أن يكون هنا المؤشر أبناء الطلاب قبل عملية الوزن صفر إذن هنا يكون الميزان على الرقم صفر إذن هذه الخطوة الثانية الخطوة الثالثة خلع الملابس الخارجية الثقيلة مثل السترات والأحذية حتى نحصل على الوزن الصحيح للجسم إذن الخطوة الثالثة خلع الملابس الخارجية الثقيلة مثل السترات والأحذية أيضا الوقوف على الميزان في المنتصف إذن نقف على الميزان في المنتصف ومن ثم نقوم بتسجيل الوزن الظاهر على الميزان من خلال قراءة المؤشر لهذا الميزان إذن نبنى الطلاب هذه الطريقة الصحيحة لقياس الوزن لا بد أن نتعرف على هذه الخطوات ونقوم بتطبيق هذه الخطوات ونتعرف على أوزاننا ونحافظ على أوزان صحية وكذلك أجسام مثالية إذن نبنى الطلاب نريد أن نتعرف على الخطوات الصحيحة كما ذكرنا إذن نقوم بوضع الميزان على سطح صلب وثابت كما تشاهدون هنا سطح صلب وثابت وأيضا قراءة نقوم بتصفير الميزان لا بد أن يكون المؤشر صفر وأيضا وقوف على الميزان في المنتصف نقوم بالوقوف على الميزان في المنتصف ومن ثم نقوم بتسجيل القراءة الظاهرة على مؤشر هذا الميزان وفي الختام أشكركم أبنى الطلاب على حسن المتابعة استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة